أردن حيث بدأ الدوام المدرسي بعد تعطل شهر كامل بسبب الإدرام الذي خاضه المعلمون مطالبين بالعلاوة وأعلنت الحكومة الأردنية توصل الاتفاق بشأن الرواتب مع نقابة المعلمين بعد مفاوضات شاقة بين الحكومة والنقابة وتم الاتفاق على علاوات تراوحت بين 35 إلى 65% حسب الرتب كما تم استحداث رتبة جديدة للمعلم القائد وصلت علاوتها إلى 75% وأخيرا انتظم الدوام المدرسي في الأردن أياد الطلبة تقبض على الأقلام الآن كأن ما حصل لم يكن سوى غيمة وانقشعت 4000 مدرسة حكومية بأنحاء المملكة فتحت أبوابها ليعود قرابة مليون ونصف مليون طالب وطالبة إلى صفوفهم الدراسية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة ونقابة المعلمين تم توقيعه رسميا توقيع أفضى إلى انقضاء أطول إضراب للمعلمين في تاريخ الأردن انقضى الآن بعد أربعة أسابيع من التفاوض الحكومي النقابي خضعت الحكومة لمطالب المعلمين اعتذار رسمي الحكومي والموافقة على مطلب العلاوة على الراتب الأساسي للمعلم بنسب تبدأ من 35% إلى 75% نقابة المعلمين أعلنت انتصار الوطن في يوم المعلم العالمي انتصار يأتي بعد تلبية مطالب المضربين خاصة العلاوة المالية الاتفاق جاء بعد أن أصبح الإضراب يهدد بتفاقم أزمة سياسية عندما بدأت الحكومة الأسبوع الماضي في اتخاذ خطوات قانونية ضد النقابات أمام وزارة التربية الآن البحث عن آلية تعويض الطلبة عما فاته من دروس خلال إضراب المهلمين في تجور العربي عمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر